أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستماع إلى أراء الخبراء والمتخصصين خلال المؤتمر الاقتصادي للوصول إلى خارطة طريق على الصعيد الاقتصادية والخروج بتوصيات فعالة بشأن تعامل مع مختلف التحديات وخلال اجتماعي بالحكومة في العاصمة الإدارية أشهر مدبولي إلى الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مع كل من سيد محافظ البنك المركزي ومع عدد من وزراء المجموعة الوزرية الاقتصادية من أجل توصل إلى رؤية محددة لأجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادية وقال مدبولي أن الحكومة تواصل عقد اجتماعاتها دورية لمناقشة تلك المحاور مشيرا إلى حرص الحكومة على أن يكون هناك حوار بناء مشترك بشأنها بين الحكومة ومجتمع الأعمال خلال المؤتمر للخروج بنتائج تحقق الأهداف التي يعقد من أجلها